تزامنت الأزمة الخليجية القطرية بوفرة المنتوجات الفلاحية لهذا الموسم بالجزائر وعادلة يعمل المصدرون على استغلالها لتصدير المنتوجات الفلاحية في ظل الطلب المتزيد عليها بالنسبة للأزمة الموجودة تحت دولة قطر أدنى تضاعف الطلبيات لأن المنتوجات معروفة في هذه الدولة والوفرة تاعها في السوق الوطنية ارتعينا أن نوفره بالطلبيات التي تتزاد يوميا على المنتوجات الجزائرية والمنتوجات الفلاحية والمنتوجات الغذائية ربما ستكون هناك صادرات أكثر لما وقعت عليهم هذا الأمبارغو ونحن على كل حال نحن في الخدمة نحن نقدر نغطي زيوت على مستوى الوطن ونبيعوا وشكين على مستوى الخارجي عملية التصدير التي عرفتها الجزائر خلال الموسم الفلاحية الفارد كانت بمثابة فرصة للترويج للمنتوج الجزائري في دول الخليجة جنت تمارها في الوقت الراهن في هذه الوفرة التي تخلتنا نشوف الأسواق الخليجية ونشوف العديد من الأسواق الأوروبية وفيه عمليات تصدير نصدره معناها بمعدل تقريبا يوميا والله الأغلبية منتوجات الطماطم منتوج البطاطس الكورجات البدنجال وبعض المنتوجات الغذائية المنتوج الجزائري متوفر وبجودة عالية والطلابيات متزايدة كل هذا يصب في صالح الاقتصاد الوطني لكن التساؤل المطروح هل الأرضية مهيئة لتسهيل عملية التصدير وإعطاء صورة إيجابية عن الجزائر في هكذا عمليات أم أن عوائق التصدير التي لطالما تصدرت أهم إنشغالات المصدرين ستبقى قائمة